افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع بيكو لصناعة الأجهزة المنزلية بمدينة العشر من رمضان وقال رئيس الوزراء في تصريحات عقب الافتتاح قال إن المصنع صرح صناعي عملاق يتم إنشاؤه على أرض مصر وهي واحدة من الشركات العالمية الكبرى وأوضح أن هناك عمالة مصرية عملاقة داخل المصنع ونموذج شركة ناجح للغاية بسم الله الرحمن الرحيم الحياة النهاردة أنا سعيد بوجودي مع حضراتكم يعني أنا وأخي وزميلي معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ومعالي وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع وأيضا سعد سفير التركي والقائمين على مصنع بيكو الحياة عشان نشرف النهاردة بافتتاح هذا المصنع اللي هو الحياة صرح صناعي عملاق بيتم إنشاءه على أرض مصر والحقيقة يمكن يعني مصدر السعادة الكبير لنا النهاردة إن ده واحد من الشركات العالمية الكبرى اللي الحكومة المصرية استهدفت إنها تكتذبها للاستثمار في مصر وإنشاء مصانع مش فقط عشان تغطي السوق المحلي ولكن أيضا عشان يبقى مركز إقليمي لتصدير لكل منطقة الشرق الأوسط بل وأوروبا أيضا إحنا استهدفنا لو نذكر حضراتكم ثلاث شركات عملاقة كان شركة هاير السينية العالمية اللي هي أكبر شركة على مستوى العالم ويعني شرفنا بقيام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المصنع النهاردة إحنا موجودين في شركة بيكو اللي هي تاني أكبر شركة على مستوى العالم والشركة الثالثة هي شركة بوش اللي هي إن شاء الله برضو حيفتتح مصنعها في القريب العاجل أهم شيء إن هذه الشركات لما تم التفاوض معاها يعني الحقيقة عملنا كل الإجراءات والتيسيرات والحوافز إدنالهم الرخصة الزهبية أتحنالهم الأرض بتخصيص مباشر والحمد لله كل شركة منهم قدرت تخلص المصنع بتاعها في ظرف السنة اللي حالكم شايفينه ده تعمل في سنة واحدة النهاردة الطاقة العمالة في المصنع ستمية وخمسين عامل حترتفع إلى ما تصل إلى ألفين عامل إن شاء الله في خلال الفترة الجاية شايفين حضراتكم الاستفادة بيتم الاستفادة بأحدث تكنولوجيات على مستوى العالم التصنيع بعمالة مصرية مدربة على أحدث مستوى بيستفيدوا من خلال أقسام البحث والتطوير بالتعاون مع الجماعات المصرية والشباب المصري الواعد من الجماعات بأفكارهم بيتوحلهم إنها تتطبق فالحاميئة نموذج شراكة ناجح كبير جدا إن شاء الله الدولة المصرية كلها كحكومة وطبعا بتوجيهات فخامة الرئيس وبدعم المجموعة الوزرية للتنمية الصناعية اللي النهاردة شغالة على هذا الملف المهم حنكتازب بإذن الله أكبر عدد من الشركات العالمية على مستوى العالم في كل القطعات وده استهدافنا وده أهدافنا النهاردة كحكومة إن يبقى عندنا في كل القطعات الصناعية أكبر منتجين في العالم موجودين في مصر بإذن الله مرة أخرى أنا سعيد جدا بوجودي معكم النهاردة في افتتاح هذا المشروع وإن شاء الله حيكون هناك مزيد من الافتتاحات في الفترة القادمة جميعا شكرا بحضة عربكم